نعم حسن بالفعل كما ذكرت وقع اعتقال عبير موسي رئيس الحزب الدستوري يوم أمس من قبل قوات الشرطة في محيط قصر قرطاج هنا في العاصمة التونسية الداخلية التونسية تقول أن أسباب إيقاف موسي هو محاولتها اقتحام محيط مقر رئاسة الجمهورية أيضا تعمدها استعمال الهاتف الجوال في التصوير وهو ممنوع في محيط مقر رئاسة باعتبار أنه مقر سيادي وأمني يمنع التصوير فيها أيضا حاولت موسي وفق طبعا الداخلية التونسية الاعتداء على بعض رجال الشرطة ممن كانوا حاضرين هناك وحاولوا منعها من التصوير وإثارة الفوضى في محيط قصر قرطاج عبير موسي كانت قد تواجدت في محيط قصر قرطاج تحديدا في مركز الضبط الخارجي هكذا يسمى وهو المكان المخصص لتقبل كل المطالب السياسية وكذلك المطالب الاقتصادية ربما مطالب الطعون كانت قد تقدمت بمطالب طعون فيما تسمى بالأوامر الرئاسية المتعلقة بتقسيم الأقاليم والانتخابات المحلية التي مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر أواخر هذا العام طبعا وقع قبول هذه المطالب ولكن عبير موسي ربما كانت يوم أمس قد خرجت في بث مباشر يعني ضد الرئيس سعيد وكذلك حاولت وفق الداخلية التونسية إثارة الفوضى ضد رجال الشرطة وقع إيقافها إذن والاحتفاظ بها في مركز الشرطة في منطقة حلق الواد ومن ثم وقع نقلها إلى منطقة الأمن في بوشوشة لمواصلة الأبحاث والتحقيق معها لسان دفاع عبير موسي تحدث عن عملية اختطاف وليس إيقاف قال إنه وقع اختطافها وفق قانون الإرهاب ولكن طبعا الداخلية التونسية تقول إنه إيقاف تحفظ عادي من أجل بعض الخروقات التي قامت بها عبير موسي أذكر فقط نذكر أن عبير موسي هي من أكثر المعارضين الشريسين لمنظومة الإخوان المسلمين في العشرية الأخيرة تقلدت منصب نائب في البرلمان التونسي ولكن مع متغيرات الخامس والعشرين من يوليو عام 2021 وإسقاط حكومة الإخوان والبرلمان السابق من قبل الرئيس سعيد أعلنت عبير موسي حينها معارضتها أيضا للرئيس سعيد قالت إن كل المصار الجديد هو مصار انقلابي على الشرعية وعلى البرلمان السابق رغم معارضتها لحكم الإخوان عموما ردود الأفعال أولى ردود الأفعال كما سألتني جاءت طبعا من أنصار عبير موسي من مكونات هذا الحزب هو الحزب الدستوري الحر كان هناك تجمهر لعدد من أنصار عبير موسي أمام مقر الشرطة أين وقع اعتقالها وكانت هناك هتفات وشعارات تطالب بإطلاق صراح عبير موسي وطبعا بضرورة عدم الزجبها في السجن على خلفية ما يسمى اليوم بحق هذا الحزب في التعبير يعني عن رأيه أمام مقر الرئاسة أو في أي مكان آخر الداخلية الموسية في الحقيقة متكتمة بعض الشيء عن مصير ربما عبير موسي هل سيقع الاستماع إليها اليوم مثلا من النيابة العامة هل سيقع سجنها أم لا هذا كله طبعا يبقى التفاصيل ستذكرها طبعا الجهات القضائية في الساعات المقبلة لسن دفاع عبير موسي يقول إن سجن عبير موسي في سجن الإقاف سيكون لمدة 48 ساعة فقط وسيقع بعدها الاستماع إليها والتحقيق معها ثم طبعا القضاء هو الذي سيحدد إما إطلاق صراح عبير موسي أو ربما إقافها مجددا على خلفية التهم الموجهة إليها خاصة كما قلت التصوير المتعمد وإثارة الفوضى في محيط قصر الرئاسة بقرطاج ترجمة نانسي قنقر